اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه النفايات يقوم بجمعها سكان الدائرة نظرا لعدم وجود اماكن خاصة لجمع القمامة على حد قولهم بينما يرى مسؤول الدائرة ان المواطنين لم يتعاونوا مع البلدية بشكل او باخر النظافة الهسة الرئيس قم بها والميرات قم بها يعني ان الشعب ده لازم نخدمه ندخل بيت بيت وساخة بطم ما تجي في البغاندة الوساخة يصبها لها في شوال يغطها قدام بيتها انجمنا نضيف جيش الوساخة يوديها حطوة كانت لابد من ان يتشارك فيها الجميع بدءا بمسؤولي الدوائر ومرورا بكافة شرائح المجتمع الشادي فالنظافة مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق احد دون غير مواصلة لانشيطة بلدية الدائرة الثامنة ومتابعة لأعمال استصلاح الشوارع ونزافة المجاري الماعية في فصل الخريفة فقد تم استصلاح العديد من الشوارع الرئيسية بالدائرة لاسيما شارع قصر الادالة والشارع الرئيسي لحيد جيل الدينجيسو حيث اكدت العمد فاتمة يحيى عبدالله بان هذه العملية ستواصلوا لتشمل جميع الشوارع الرئيسية بالدائرة من قادين دا كل قادين نأدو للشوارع عشان الشعب هما ننتخبونا دا لازم غير يرجو منينا رات ونطبقوا نقودوا دا ما بقالينا بقدرنا الاندين الشيئة وهم كل شاطرون وكاتفون حسا تشوفوا النفليز دا كل الناس نباير بس انتونا دائما جايين لنا في الابي وانينا كمان بقدرنا هنا ميريال عندنا في قدرنا دا قادين انكم نصبوا ترابنا ونجاهدوا والشعب كلهم ما قصروا يساودون بكارديران شيء اشيء وقاد نخدموا ان شاء الله ما نقدروا نطبقوا نقودوا وشعبنا بطاب دا بس اسا قادين ندبروا عشان بكان العلمي راقيت نحكو وبكان ما قادل كلهم ندبروا هذا وكما اشاد سكان ديجيل دينجيسو بهذه البادرة التي قامت بها امدة الدائرة فاتمة يحيى ابد اللهي ووصفوها بالاجابية